سؤال آخر هو هو الهراء المستمر والضلال المستمر ما هذا هو واقع مراجع النجف ما أقرأه عليكم من كلام ومن عقيدة لإسحاق الفياض هم يتفقون معه في كل هذا لا يخالفونه هذا هو منهج حوزة الطوس القذرة سؤال حول الاعتقاد بأفضلية أهل البيت على الأنبياء معروف عن إسحاق الفياض من أنه يعتقد بفضل الأنبياء أولي العزم على أئمتنا هذه العقيدة معروفة عن إسحاق الفياض في الوسط الحوزوي النجفي لا أريد أن أقف عندها سأبقى متقيدا بالوثائق الوثيقة تعطي نفس المعنى نفس المضمون رجاء أعرض لنا صورة الوثيقة من موقعه الألكتروني الرسمي هذه الصفحة بعنوان العقائد والشعائر الحسينية صفحة من الموقع الألكتروني الرسمي لإسحاق الفياض أقرأ السؤال وأقرأ الجواب رجاء أترك صورة الوثيقة على الشاشة حتى أكمل قراءتي للسؤال وللجواب السؤال هل الاعتقاد بأفضلية أهل البيت على الأنبياء من ضروريات العقيدة؟ وهل التوقف في ذلك؟ يتوقف يقول من أنني لا أدري هل أن أهل البيت أفضل أم أن الأنبياء أفضل؟ يتوقف جناب الأغى محتاط والله ما طيح حضن إلا هذا التوقف هذا التوقف تعلموه من ذهل السرسرية من آيات الشيطان العظمى يتوقف أبو اللقو يتوقف المرجع متوقف السؤال هل الاعتقاد بأفضلية أهل البيت على الأنبياء من ضروريات العقيدة؟ وحق الزهراء البتول الذي لا يعتقد بهذا ليس شيعيا هذا خارج من الدين هل الاعتقاد بأفضلية أهل البيت على الأنبياء من ضروريات العقيدة؟ وهل التوقف في ذلك مخرج عن مذهب أهل الحاق؟ رجعنا إلى هذا الضراط إلى المذهب المذهب لغتان يصح لكنهم لا يستعملونها بهذا الاستعمال يستعملونها بالمعنى الإصطلاحي أن نقول أن لأهل البيت مذهبا بالمعنى الإصطلاحي هذا كفر بالدين كفر بدين محمد وآل محمد أعود إلى قراءة السؤال مرة أخرى ما هو سائل خرط والمجيب خرط لأن الواقع الشيعي خرط هل الاعتقاد بأفضلية أهل البيت على الأنبياء من ضروريات العقيدة؟ وهل التوقف في ذلك مخرج عن مذهب أهل الحاق؟ الجواب ليس من الضروريات من طيح الله حظك أحظ الحوز وياك الجواب ليس من الضروريات ولا يتوقف عليه الإيمان هذا الجواب ليس خاصا بأسيحيق الأثول هذا هذا جواب الجميع في حوزة الطوسي القذرة الوسخة الدنيئة كيف لا يكون من الضروريات؟ كيف لا يكون من الضروريات؟ محمد صلى الله عليه وآله هل أحتاج إلى دليل لإثبات هذا؟ من أنه سيد الأنبياء؟ من أنه أشرف الأنبياء؟ من أنه سيد المرسلين؟ من أنه أشرف الكائنات؟ هل أحتاج إلى دليل؟ يا أيها الحمير في النجف إنني أخاطب آيات الله العظمى في حوزة الطوسي القذرة هل أحتاج إلى دليل لإثباتي أن محمد صلى الله عليه وآله هو أشرف الكائنات؟ هو سيد الأنبياء؟ هو سيد المرسلين؟ هل أحتاج إلى دليل في ذلك؟ هذه بديهية إلا إذا تريدون إنكارها فمن أي دين أنتم؟ يا أيها السفلة هذه بديهية واضحة لا أريد أن أثبتها لكم من القرآن فهذا سيحتاج إلى وقت أريد أن أختصر الجواب أشير إلى آية واحدة فقط من سورة المائدة إنها الآية الثامنة والأربعون بعد البسملة من سورة المائدة ماذا نقرأ فيها في بدايتها؟ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب من الكتب التي تقدمت ومهيمناً عليه ومهيمناً عليه فكتاب محمد من آثار محمد آثاره تهيمن على آثار كل الرسل والأنبياء آثاره مهيمنة من هنا جاء في سورة الأنبياء في الآية الخامسة بعد المائة بعد البسملة من سورة الأنبياء ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر هذا تطبيق من تطبيقات هيمنة الكتاب تأريخاً دنيوياً الزبور قبل القرآن تأريخاً دنيوياً الزبور زبور داوود وداوود تأريخياً قبل محمد صلى الله عليه وآله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر الكتابة الأولى في الذكر ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغاً لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هذه هي الهيمنة المطلقة أنا أقرأ عليكم من سورة الأنبياء من الآية الخامسة بعد المئة بعد البسملة وما بعدها من الآيات ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر هيمنة الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغاً لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين تلك الآيات تشرح معنى الهيمنة التي جاءت في الآية الثامنة والأربعين بعد البسملة من المائدة وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب لما بين يديه لما تقدمه ومهيمناً عليه فآثار محمد تهيمن على كل الآثار وأفعال محمد هذه آثار أفعاله هذه ما هي بأفعاله هذه آثار الأفعال فآثار أفعاله مهيمنة على كل الآثار لماذا؟ لأن أفعاله هي التي تتسلط على كل الأفعال لأن أفعاله هي حقيقة الولاية التكوينية وكل فعل في هذا الكون هو خاضع لأفعاله الأنبياء طرًا بأثارهم بأفعالهم خاضعون لأفعاله وأفعاله تتفرع عن صفاته وصفاته تتفرع عن ذاته فأين سأضع محمدًا حينئذ كيف أقارنه بالأنبياء عذراً يا بقية الله وحق الزهراء أنت تعلم ما في نفسي يا صاحب الأمر عذراً إليك من تفاهتي من تفاهة عقلي وسخافة قولي وأنا أقارن بينكم وبين الأنبياء الذين هم من شيعتكم وليس في أعلى مراتب شيعتكم عذراً إليك لكنني ماذا أصنع الذول المطاهي مطاهي النجف شلون أحشو إياه بأي طريقة شلون أحشو إياه البغال والحمير يقول ليس من الضروريات لا يا أحمار على الدك لا يا أحمار ليس من الضروريات ولا يتوقف عليه الإيمان لا يا ثور على الدك من البديهيات محمد صلى الله عليه وآله لا يقس به أحد من الأنبياء لا وجه للمقايسة لا وجه للمقايسة نقايس بين الأنبياء نقايس بين عيسى وموسى نعم من نفس الطينة هم أما طينة محمد شيء آخر لا يمكن المقايسة بين محمد وبين أحد من الخلق لا يقاس بهم أحد هذه قاعدة من قواعدهم الفكرية والعقائدية والمنطقية في منطق علي الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير قاعدة منطقية علوية لا يقاس بمحمد وأهل محمد لا يقاس أحد لا يقاس بهم أحد تفتهمون لو ما تفتهمون هذه الآية تتحدث عن هيمنة آثاره التي هي صادرة متفرعة عن أفعاله التي هي مشتقة من صفاته التي هي ترتبط بذاته تلك الذات التي يصفها صاحب الأمر لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك هذا في مظاهرهم في عالم الدنيا أما ما بعد الدنيا فالحديث له شأن آخر السؤال عن محمد وآل محمد في الدنيا لذا سأبقي الحديث بهذا الحد لأن سائل هل الاعتقاد بأفضلية أهل البيت على الأنبياء من ضروريات العقيدة نعم من ضروريات العقيدة والذي لا يعتقد بهذا ما هو بشيعي بل ما هو بمسلم لأنه سيكفر بالقرآن وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ هذه آثاره فوق الآثار وأفعاله فوق الأفعال أما ذاته فذلك شأن آخر محمد هذا الذي كنت أتحدث عنه في هذه الجمل القصيرة بحسب القرآن في سورة آل عمران في الآية الحادية والستين بعد البسملة فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فمن حاجك فيه في المسيح عيسى إنها واقعة المباهلة فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم إلى آخر الآية الكريمة وأنفسنا فهذا علي هذا علي هو هو محمد محمد هو الذي يقول أنا علي وعلي أنا ومحمد أنا ومحمد هو الذي يقول أنا من علي وعلي مني وعلي هو الذي يقول أنا من محمد ومحمد مني هذه المضامين تتجلى واضحة جلية في حديث الكساء الشريف اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحمتي لحمهم لحمي القضية ليست اعتبارية قضية حقيقية لحم علي لحم محمد لحمهم لحمي ودمهم دمي محمد يتحدث هنا بلسان الحقيقة يؤلمني ما يؤلمهم حينما وقع السيف على رأس علي فقد وقع على رأس محمد الحديث واضح لحمهم لحمي هذه ما هي بتعابير مجازية افهموها 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 يا أيها البغال في النجاف افهموها هذه ما هي بتعابير مجازية لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم حوافر الخيول التي ركضت على حسين ركضت على محمد الضلع الذي كسروه بين الباب والجدار هذا ضلع محمد ضلع محمد كسر لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم الى آخر ما جاء في الحديث الشريف لا اريد ان اقرأ كل الكلمات ساحتاج للتعليق عليها والوقت يجري سريعا واريد ان اكمل المطلب بنحو موجز مقتضب وانفسنا وانفسكم علي هذا هذا علي هو محمد ماذا أقول لهؤلاء الحمير هذه ضروريات ديننا او لا انا اقرأ من القرآن عليكم هذه حقائق القرآن وماذا يقول القرآن ايضا في سورة النحل في الاية الستين بعد البسملة للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء لشأن لنا بهم ولله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم آل محمد آل محمد من مراد من المثل الأعلى يجيبني الهادي يجيبني الهادي الإمام الهادي في الزيارة الجامعة الكبيرة في بداياتها في بداياتها السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجى وأعلام التقى وذو النها وأولي الحجا وكهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى هذا هو المثل الأعلى ولله ولله المثل الأعلى هل يوجد تعبير في القرآن يقارن يقارن بين الله وبينهم أوضح من هذا التعبير هم المثل الأعلى المثل الأعلى الزيارة ابن عبد الله أن نخعي علمني يابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم فعلمته الزيارة الجامعة وها أني أسألك عبرها سيدي يا أبا الحسن ما هو المثل الأعلى ها أنت تقول لي نحن نحن المثل الأحلى السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجا وأعلام التقى وذو النها وأولي الحجا وكهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى إلى آخر الزيارة الشريفة إنها دستورنا العقائدي الذي يرتبط بالقرآن ارتباطا وثيقا في كل حروفه وجمله وكلماته أذهب إلى سورة الروم وإلى الآية السابعة والعشرين بعد البسملة وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وماذا بعد وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى أين في السماوات والأرض في كل الوجود وهو العزيز الحكيم السماوات والأرض في القرآن ليس عنوانا للسماوات والأرض عنوان لكل الوجود للسماوات وللأرض ولما بعد السماوات والأرض لكل الوجود وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلاما سلاما على المثل الأعلى سلاما على الحجة بن الحسن ماذا نقرأ ماذا نقرأ في دعاء السحر في دعاء البهاء اللهم إني أسألك من علوك بأعلى هذا أعلى من تعبير المثل الأعلى هذا التعبير أعلى لأن العلو هنا نسب إلى الله من علوك بأعلى بينما الأعلى هناك كان وصفا للمثل وقطعا هذا الدعاء لا يتحدث عن الله لأن الذات الإلهية ليست فيها مراتب الدعاء يتحدث عن مراتب اللهم إني أسألك من علوك بأعلى الله وكل علوك عال فهناك عال وأعلى هذه مراتب المراتب لا تكون في الذات الإلهية وإنما في الخلقيات فأعلى العلو مرتبة محمد وآل محمد وباسمك الأعظم 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 كما في دعاء ليلة المبعث وفي دعاء يوم المبعث عودوا إلى مفاتيح الجنان لا أملك وقتا كي أقرأ لكم كل النصوص من مواطنها ومواردها في دعاء ليلة المبعث وفي دعاء يوم المبعث وفي أدعية أخرى وباسمك الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم في بعض الروايات الأجل الأكرم والرواية الصحيحة الأعز الأجل الأكرم الذي خلقته هذا اسم مخلوق فاستقر في ظلك فلا يخرج منه إلى غيرك فاستقر في ظلك فلا يخرج منه إلى غيرك اللهم إني أسألك من علوك بأعلى هذا هو أعلى علوه سبحانه وتعالى أعلى علوه المتجلي في اسمه الأعظم 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 الذي هو الحقيقة المحمدية وما محمد وآل محمد إلا وجه لتلك الحقيقة بين أظهرنا هم يقولون نحن وجه الله بين أظهركم هم الذين يقولون نحن وجه الله بين أظهركم الروايات موجودة هنا لا أجل وقت لاستخراجها هذا هو الجزء الأول من الكافي الشريف ستجدون هذه النصوص واضحة صريحة من أنهم وجه الله بين أظهرنا هؤلاء هم محمد وأهل محمد هل الاعتقاد بأفضلية أهل البيت على الأنبياء من ضروريات العقيدة إيونا موس الزهرة الجواب ليس من الضروريات لا يحمار على يدك لا يحمط على يدك ليس من الضروريات ولا يتوقف عليه الإيمان ما هذه حقائق القرآن كيف لا يتوقف علي الإيمان وكيف لا تكون من الضروريات يا أيها البغل يا أيها البغل يا أيها الثور كيف لا تكون من الضروريات وهذا هو القرآن يتعاضد في كل آياته مع أدعيتهم مع زياراتهم مع رواياتهم ما هي الضروريات عندكم الضروريات عندكم الضروريات التي أقرها الأشاعرة وأقرتها المعتزلة من طيح الله حظكم وحظينكم هذا الضروريات هي هذه ما يقره القرآن وما يأتي منسجما ومطابقا ومتسقا مع زياراتهم مع أدعيتهم مع رواياتهم وأحاديثهم هذه هي ضروريات الدين يا أيها الأغبياء نذهب إلى فاصل عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال إن الله كان إذ لا كان فخلق الكان والمكان وخلق نور الأنوار الذي نورت منه الأنوار وأجرى فيه من نوره الذي نورت منه الأنوار وهو النور الذي خلق منه محمدا وعليا فلم يزال نورين أولين إذ لا شيء كون قبلهما فلم يزال يجرياني طاهرين مطهرين في الأصلاب الطاهرة حتى افترق في أطهر طاهرين في عبد الله وأبي طالب صلوات الله عليه هذا الكتاب الذي بين يدي من أشرف كتبنا يضعفونه هؤلاء الثولان هؤلاء لا أبقى هنا حديث العترة هذا الكتاب لشيخنا محمد بن الحسن الصفار من أصحاب إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه من خيرة علماء الشيعة شيخنا أبو جعفر الصفار كتابه المعروف بالبصائر بصائر الدرجات الكبرى هذه الطبعة طبعة مؤسسة النعمان بيروت لبنان أقرأ عليكم حديثا من صفحة ثمانية وثلاثين الحديث الثالث عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه إن حديث آل محمد صعب مستصعب ثقيل مقنع أجرد ذكوان لا يحتمله إلا ملك مقرب الملائكة المقربون عددهم قليل بالقياس إلى الملائكة غير المقربين أكثر الملائكة من الملائكة غير المقربين لا يحتمله لا يحتمله إلا ملك مقرب فأكثر الملائكة لا يحتملونه أو نبي مرسل عدد الأنبياء المرسلين قليل جدا بعدد أصابع اليات بينما الأنبياء غير المرسلين آلاف مؤلفة الرواية المشهورة عدد الأنبياء مية واربعة وعشرين ألف نبي هناك رواية تقول مليون ومية واربعة وعشرين ألف نبي على الرواية المشهورة مية واربعة وعشرين ألف نبي عدد المرسلين فيهم بعدد رؤوس الأصابع المرسلون قليلون جدا أكثر الأنبياء ما هم بمرسلين حينما أقول بعدد رؤوس الأصابع أشير إلى قلة العدد لا إلى عدد رياضي معين فنحن لا نعرف عدد المرسلين بالضبط لكننا نعرف من خلال قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن خلال حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم نعرف أن عددهم قليل جدا بالقياس إلى الأنبياء غير المرسلين أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان وقليل هؤلاء أو مدينة حصينة المدينة الحصينة مرتبة من مراتب الشيعة مرتبة من المراتب العالية للشيعة لكن صاحب القلب الممتحن من الشيعة أعلى رتبة من الذي هو في مرتبة المدينة الحصينة هذه ما هي تخرصات؟ هذه المضامين شرحت في روايات وأحاديث أخرى لا أجد وقتا لإرادها فحديثهم لا يحتمله إلا ملك مقرب وأكثر الملائكة ما هم مقربون أو نبي مرسل وأكثر الأنبياء ما هم مرسلون إذن أين وجه المقايسة بين الأنبياء وبين محمد وآل محمد الكلام عن حديثهم ليس عنهم عن حديثهم حديثهم لا قيمة له بالقياس إليهم حديثهم يصدر عنهم بحسب قواعد المدارات حتى مع الأنبياء أين وجه المقايسة؟ يا أيها البغال في النجف يا أيها الحمير يا أيها الحمار الأعلم يا أيها الثور الأفقه فأين وجه المقايسة بين محمد وأهل محمد وبين الأنبياء وهذا في مستوى من المستويات الكلام عن حديثهم حديثهم لا قيمة له بالنسبة إليهم حديثهم من آثار أفعاله وأفعالهم من آثار صفاتهم وصفاتهم تتفرع عن ذواتهم عميق ذواتهم لا ندري ما هو ما نحن هكذا نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة موالية لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المدحكنكم أن نالي أن أصل إلى هذا المعنى موالية من شيعتهم عودوا إلى سورة الكهف وأعرفوا منزلة الخضر بالقياس إلى موسى وموسى من أولي العزم وهو نبي مرسل موسى نبي مرسل من أولي العزم والخضر خادم عند الحجة بن الحسن عبد من عبيده ما أنا قبل قليل اعتذرت لإمام زماني من تفاحة عقلي وسخافة قولي أن أقارن بينهم وبين الأنبياء الذين من شيعتهم ولا يبلغون أعلى مراتب شيعتهم فها هو الخضر وهناك من هو أعلى من الخضر من شيعتهم الخضر إذا أراد أن يزورهم يزورهم بهذه الزيارة فهذا قول بليغ كامل والخطاب موجه لشيعة علمني ابن رسول الله هذا التعليم للشيعة والخضر من شيعتهم موالي لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المدحي كنهكم ومن الوصف قدركم زيارة أمير المؤمنين في ليلة استشهاده وفي يوم استشهاده مروية عن الخضر عودوا إلى كتب المزارات قارنوا بين مستوى تلك الزيارة وبين مستوى الزيارة الجامعة الكبيرة لا وجه للمقايسة زيارة الأمير في ليلة استشهاده موجودة في كتب المزارات الخضر الخضر زار بها أمير المؤمنين في الكوفة وقف على باب داره وقرأ الزيارة تلك قارنوا فيما بينها وبين الجامعة الكبيرة بين جامعة الهادي الكبيرة فارق كبير أتمنى أن أجد فرصة كي أقارن لكم بين النصين نص الخضر كان نصا عظيما لكن لا وجه للمقايسة مع نص علي بن محمد الهادي أين هذا من هذا فحديثهم حديثهم الذي هو من آثارهم إن حديث آل محمد صعب مستصعب ثقيل مقنع أجرد ذكوان لا يحتمله إلا ملك مقرب أجرد ما المراد أجرد مقنع مخفي أجرد وصف للجبل الذي ليس فيه من مكان يستطيع الإنسان أن يتمسك به عند تسلقه الجبل الأجرد هو الجبل الذي يكون هكذا قائما ليس فيه من سفح ويكون صخره وحجره صلدا ناعما أملسا وليس فيه من شجر لا يستطيع الإنسان أن يتسلقه هذا هو الأجرد أما الذكوان فالذكوان صفة للذكي الذي الذكاؤه لا مثيل له فحديثهم حديث ذكوان حديث ذكي ذكي في الطهارة فالذكاة طهارة ولذا يقال تذكية الذبيحة من الذكاة ومن التذكية وهي الطهارة والتطهير فالذكوان هو الطاهر الذكي صفات لحديثهم وشبيه الشيء منجذب إليه الذي ينجذب إليه هو الذكي الطاهر أيضا أما الذين في النجف فهم يضعفون أحاديثهم ويضعفون هذا الكتاب لأنهم لا هم بأذكياء ولا هم بطاهرين من أين تأتيهم الطهارة وبطونهم ملأة بالحرام بحرام مجهول المالك من مال صاحب الزمان من مال الشيعة من مال اللصوص الذين يسرقون البنوك من مال الأحزاب الشيعية السياسية الفاسدة التي تسرق العراق وتخمس عنده بطون قذرة ملأة بالحرام بالسحت فأن لها أن تنجذب إلى الحديث الذكيط ينجذبون إلى نجاسات المخالفين وقذارات الأشاعرة والمعتزلة وشبيه الشيء منجذب إليه وكل جنس لاحق بجنسه إن حديث آل محمد صعب مستصعب ثقيل مقنع أجرد ذكوان لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان أو مدينة حصينة فإذا قام قائمنا صلوات الله عليك بقية الله فإذا قام قائمنا نطق نطق هو هو الناطق عن الله هما ناطقان ناطق عن الله صاحب الزمان وناطق عن الشيطان مراجع النجف حوزة النجف فإذا قام قائمنا ولذا سيخرجون لقتاله هم ناطقون عن الشيطان حين يقولون له ارجع إن دين جدك في خير هذا هو منطق الشيطان أما منطق القائم فهو منطق الرحمن فمن أصغى إلى ناطق فقد عبد جواد الأئمة يقول صلوات الله وسلامه عليه فإن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله هذا المصغي وإن كان الناطق ينطق عن إبليس كعقائد هذا المعتوه أتحدث عن إسحاق الفياط فإنه قد عبد إبليس فهذا السائل حينما يصغي إلى هذا الجواب ليس من الضروريات إنه قد عبد إبليس ألا لعنة على إبليس وعلى نواب إبليس من الإنس والجن فإذا قام قائمنا نطق وصدقه القرآن مثلما يصدق القرآن حديثه وزياراته تلاحظون التواؤم والإنسجام والاتساق فيما بين مضامين زياراتهم وأدعيتهم ورواياتهم وقرآنهم هذا مستوى من المستويات هناك مستوى آخر صفحة تسعة وثلاثين الحديث العاشر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الذي يروي الرواية أبو الصامت أبو الصامت يقول الإمام الصادق هكذا قال إن حديثنا صعب مستصعب شريف كريم ذكوان ذكي وعر لا يحتمله ملك مقرب لا يحتمله هذا مستوى آخر والكلام عن حديثهم ليس عنه ليس عن أفعاله ليس عن صفاته الكلام عن حديثه إن حديثنا صعب مستصعب شريف كريم ذكوان ذكي وعر لا يحتمله ملك مقرب الرواية السابقة لا يحتمله إلا ملك مقرب كان في مستوى من المستويات ومن هنا قلت لكم من أن حديثهم الذي يصدر عنهم يصدر عنهم وفقا لقواعد المدارات فهنا في الحديث السابقي كان حديثهم حديثا فيه مدارات للملائكة المقربين وللأنبياء المرسلين فأن نستطيع أن نقايس بينهم بين الأنبياء المرسلين وبين أهل محمد ماذا تقولون أنتم نكمل قراءة الحديث حتى تعرفوا حميركم الذين في النجف حتى تعرفوا أن دينكم الحقيقية هو هذا وهؤلاء البغال لا يفقهون شيئا منه إن حديثنا صعب مستصعب الحلقة طالت وسأطيلها تريدون أن تصبروا على حديثي إني صابر بل إني عاشق والعاشق لا يحتاج إلى صبر أنا عاشق لحديثهم سأستمر في قراءة الحديث حتى وإن أعرضتم عن الشاشة إنني أريد أن أؤدي وظيفتي الصادق يقول كما يحدثنا أبو الصامت إن حديثنا صعب مستصعب شريف كريم ذكوان ذكي وعر لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسلون ولا مؤمن ممتحنون أبو الصامت يسأل الإمام الصادق قلت فمن يحتمله جعلت في ذاك إذا كان الملائكة المقربون لا يحتملون حديثكم والأنبياء المرسلون لا يحتملون حديثكم والمؤمنون والمؤمنون الذين امتحنت قلوبهم لا يحتملون حديثكم فمن يحتمله جعلت في ذاك قال من شئنا يا أهو الصامت هذا عمر راجع إلينا من شئنا إذا أردنا أن نختار من الملائكة المقربين لهذه المرتبة سنختار إذا أردنا أن نختار من الأنبياء المرسلين سنختار إذا أردنا أن نختار من المؤمنين الممتحنين سنختار ومن هنا فإن شهداء الطفوف لا وجه للمقايسة فيما بينهم وبين الأنبياء المرسلين أولاك لهم شأن آخر ليس لذواتهم لا لأن الحسين اختارهم القضية حسينية وليست لذواتهم لا قيمة لهم لا قيمة لهم حتى بعد استشهادهم قيمتهم حسينية لأن الحسين اختارهم منبع القيمة من هناك من مصدر القيمة والتقييم من حسين صلوات الله وسلامه عليه وإلا فإن الأمر إذا كان عائدا إليهم فلا قيمة لهم إنهم من عامة الشعة من عامة الناس الحسين هو الذي اختارهم والحسين هو الذي وفقهم فالقيمة من حسين من حسين ومن حسين فقط صلوات الله وسلامه عليه نذهب إلى فاصل عن أبي حمزة الثمالي قال قال أبو جعفة إمامنا الباقر صلوات الله عليه يا أبا حمزة يخرج أحدكم فراسخة فيطلب لنفسه دليلة وأنت بطرق السماء أجهل منك بطرق الأرض فاطلب لنفسك دليلة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن الله عز وجل خلقنا فأحسن خلقنا وصورنا فأحسن صورنا وجعلنا خزانه في سمائه وأرضه ولنا نطقت الشجر وبعبادتنا عبد الله عز وجل ولولانا ما عبد الله حديثهم لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن ممتحن لا قيمة لا قيمة لهؤلاء أمام حديث محمد وآل محمد مصدر القيمة منهم صلوات الله عليهم قلت فمن يحتمله لو كان لهم من قيمة لا احتملوا حديثهم لا قيمة لهم قيمتهم بقدر احتمالهم هكذا نحن نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة مطيع لكم عارف بحقكم مقر بفضلكم محتمل لعلمكم محتمل لعلمكم الزيارة تشير إلى هذا المضمون قلت فمن يحتمله جعلت في ذاك هذا الذي جاء مذكورا في الزيارة الجامعة الكبيرة علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا هذا الذي يدرك القول البليغ الكامل الذي يحتمل علمه لا أنا وأنتم الذين نلقلق بالألفاظ الذي يدرك حقائق الزيارة الجامعة الكبيرة هو هذا الذي يحتمل علمه قلت فمن يحتمله جعلت في ذاك قال من شئنا بتوفيقهم من شئنا يا أبا صامت وهذا مستوى من المستويات الحديث الحادي عشر أيضا عن أبي الصامت عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن من حديثنا الكلام ليس عن أفعالهم وليس عن صفاتهم وليس عن ذواتهم وليس عن عميق كنه ذواتهم الحديث هنا عن كلامهم عن حديثهم إن من حديثنا ما لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد مؤمن قلت قلت فمن يحتمله أتدرون ماذا أجاب الإمام قال نحن نحتمله لا يوجد أحد يحتمله والكلام عن حديثه إن من حديثنا ما لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد مؤمن قلت أبو الصامت يقول قلت فمن يحتمله قال نحن نحتمله لا احتمله أحد لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك صلوات عليكم أهل محمد السؤال هل الاعتقاد بأفضلية أهل البيت على الأملياء من ضروريات العقيدة وهل التوقف في ذلك من طيح الله حظ التوقف وحظ هذه الاحتياطات الشيطانية عند هؤلاء الشياطين المرجع متوقف أبو اللقو متوقف حمار لو بخير تعرفت المسألة على شنو متوقف وهل التوقف في ذلك مخرج عن مذهب أهل الحق الجواب ليس من الضروريات لا حمار على الدقة لا حمار ليس من الضروريات ولا يتوقف عليه الإيمان لا يأحمر لا يمط على هدك إن من حديثنا ما لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي ولا نبي مرسلون ولا عبد مؤمنون قلت فمن يحتمله قال نحن نحتمله سادتي آل محمد نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر